كابتن فتحي يعني ليه حضراك في الفترة أخيرة مكتش موجود يعني دايماً كنت بتبقى موجود مع الأهلي في الفترات الصعبة ولما كنت بتبقى موجود كنت بتحقق نتائج يعني مش مجرد أن أنت موجود يعني بتسد خانة لحد ما مدير فان لا ده أنت كنت بتجيد وبتكسب مطرات قوية بتكسب الزمالك تكسب الترجي طب إيه؟ لا هي بصة والله هي أولاً وأخيراً الحمد لله رب العيمة وإحمد ربنا على كل شيء ولكن بتبقى في اتفاق على فكرة يعني بيقى في اتفاق يعني أنا في 2003 مسكت النادي الأهلي كاس مصر وكان بالاتفاق برضه كان بالاتفاق أن أنا في فترة مؤقتة وهيجيبه مدير فني أجنبي حتى برضه مع المهندس محمود طهر 2014 فترة مؤقتة ويجيبه مدير فني أجنبي والحمد لله مرحلة اللي اشتغلت فيه والحمد لله حققتين جزاتي طيب أنت بتقول الحمد لله حققت النتاجة ما كملتش ليه؟ دي بقى كان بالاتفاق يعني ما كملتش ليه؟ بالاتفاق أيوم من الاتفاق ما أنت أجدته وحققته بطولات وحققت مكاسب بيتبقى خلاص بأساسة مجلس إدارة ما بقى ما أقدرش أتدخل فيه وما أقدرش أن أنا أعارض أعارض ده قرار مجلس إدارة أو اتفاق إذا ما قلت لك مع مجلس إدارة النادي وأنا بحترم دائماً قرارات مجلس إدارة النادي الآلي في أي شيء في أي شيء طب ليه مخدتش طرق أن أنت تبقى مدير فني لبعض الأمدين المتواجدة في الدولة؟ لا أقول لك أنا أخطأت أخطأت؟ طبعاً أخطأت يعني أنا برضو خلي بالك حاجات كتير قوي تعرضت علي ودائماً كنت باوزن الأمور وبشو الأمور يتمشي إزاي بشو بالناحة الفنية بشو بالناحة المالية أنت برضو في نظام احتراف في نظام احتراف لازم يكون النهاردة عندك مادات كويسة عشي تقدر من اللعيبة دي أعمل لها لايحة أعمل لها مكافئات أعمل لها حاجات كتير قوي ولكن الأمور المادية تساعات بتخليك تبقى